مصر المتعلقة بإعلان وزارة الزراعة أمس عن إطلاق مبادرة التمويل الأخضر للتنمية الزراعية مبادرة مهمة الهدف منها في حقيقة الأمر تمكين المرأة والشباب صغار المزارعين وتحسين مستوى معاشتهم كمان بتستهدف المبادرة الشركات الصغيرة ومتوسطة الصغر والجماعيات التسويقية والتعاونيات والمنظمات غير الحكومية والجماعيات الزراعية وده من خلال إقامة في حياة الأمر مشروعات خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة كلام مهم خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الكلام من الدكتور شعبان سالم رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة الزراعة المشرفنا في الستوديو صباح الخير يا دكتور صباح خير يعني يا دكتور في بداية الأمر مبادرة تمويل أخضر للأنشطة الزراعية هو حدثك الأول الاقتصاد الأخضر عموما كفكر أو كمنهج متعلق بالأنشطة اللي هي صديقة للبيئة التمويل الأخضر في الحالة دي تمويل الأنشطة اللي هي صديقة للبيئة النشاط الزراعي بطبيعته وفيه نشاط زراعي ليس صديق للبيئة لا فيه التصرف في الناتج الزراعي الموجودة المخلفات الزراعية الموجودة سواء مثلا لأشار رز أو حطب الضرع أو المخلفات بتاعت تقليم الأشجار الفاكهة زي العنب زي الموالح زي الرمان كل دي مخلفات بتطلع لو أنت حرقتها أنت كده مش في نشاط أخضر فتدويرها وإعادة تصنعها في شكل كومبوست أو في أي شكل من الأشكال الموجودة أو في الأعلاف عندك سعف النخيل الجريد كل دي مخلفات موجودة عن النشاط الزراعي كونك بتاخد الجريد ده وتحوله إلى أي شكل من أشكال التصنيع سواء كان إقفاص سواء كان كراسي سواء أي شكل من الأشكال بيبقى أعتبر غير مضر بالبيئة فمثل هذه الأنشطة مهمة جدا أننا نشتغل عليها حضرتك استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة التي موجودة في قطاع الزراع أنت عندك أنشطة زراعية كثيرة جدا بتتم في أثناء عملية الزراع وفي أنشطة كثيرة جدا بتتم فيه ما بعد الحصاد فأثناء الزراع فيه عمليات الرأي فيه عمليات التسميت فيه الحرط فيه أكتر من نشاط بيتم لو أنت استخدمت الطاقة الجديدة والمتجددة ستبقى أنت في الحالة دي قللت من أضرار استخدام الطاقة في توليد انبعاثات كربونية ومضررة للبيئة عندنا على سبيل المثال التماطم تكفيف الطماطم تكفيف الشمس للتماطم ده نشاط مفيد للبيئة لأنها بيشتغل على الطاقة الشمسية مباشرة يعني حضركة ديتنا أمثالة كثير جدا بس لو هنتكلم عن المبادرة تحديدا مبادرة تمويل الأخضر لتنمية الزراعية إيه اللي بيحصل فيها يعني كمان مين فئات المستهدفة يعني لو حضركت تدينا مثال مثلا لحالة أول شخص عشان نبقى أهمين منفهم أستاذ المشاهدين كمان تمام هو السؤال الأولي كان متعلق بإيه الأول التمويل الأخضر وليه احنا بنتكلم على الكلام ده والزراع في حقيقتها أصلا خضر يعني فعشان كده بنتكلم بنقول يعني إيه مفهوم التمويل المفهوم الأخضر الأول التمويل بيعتبر أداها رئيسية لضخ الحركة بتاعة الأنشطة الزراعية كلها المبادرة دي أطلقت من خلال برنامج التنمية الزراعية اللي موجود فيه وزارة الزراع السطح الأراضي هذا البرنامج محفظته الإجمالية بتاعته حوالي 3 مليار جنيه خصص منهم في المبادرة دي واحد مليار جنيه لتمويل الأنشطة اللي هي كلها صديقة للبيئة واللي هي تنمي أو تعزز من مفهوم الممارسات الزراعية الجيدة اللي لا تضر بالبيئة وتشجع الفئات المختلفة المليار جنيه ده المرحلة الأولى من المبادرة أه ده المرحلة الأولى المبادرة زي ما حضرتك تقولي هي مبادرة سمناها التمويل الأخضر لأنها أساساً بتمول أنشطة خضراء خضراء وإحنا عرفنا أنشطة الخضراء دلوقتي الفئات المستفيدة منها الفئات المستفيدة على مستوى الأفراد على مستوى الجمعيات زي ما تفضل زميل في بداية البرنامج على مستوى الجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى شركات التسويق على مستوى الشركات المتوسطة يعني بيتقدم لحضراتكم بفكرة وبيتم تمويلها سأقول لحضرتك دولا بنسمي العملاء العملاء دولا لهم قروض أو بيتقدمهم بقروض علشان عايز ينفذ نشاط معين فعايز قرض لأنهم عايز فلوسي يقدر يقوم به بالنشاط بتاعه فبيتقدم بقرض البنك بنسميه البنك المشارك البنوك المشاركة دي زي البنك الأهلي زي البنك الزراع المصري غير من البنوك التجاري الموجودة بيتقدم إذا وافق البنك فبيبدأ يستوفي أوراقه ويروح الوراق للبنك الوكيل إيه البنك الوكيل ده؟ اللي هو البنك التجاري الدولي المحفظة بتاعة المرأة نحن هنا دكتور أكيد نحن يهمنا كل المعلومات اللي حضرتك بتقولها التفصيلية حتى الوراقية منها اللي حضرتك بتذكرها لكن علشان بس يعني مدة الفقرة والأسف هي آخر فقرة في البرنامج يعني كنا نتمنى لأهمية هذا الفقرة لأنها يكون أولى فقرات البرنامج عندنا لنلوقع مع حضرتك وقت البرنامج فكانت الفئات المستهدفة اللي تقصدها جمانة نقدر نقولها علشان نحط أعين السيدة المشاهدين الذين تنطبق عليهم الشروط اللي هم يقدروا يتوجهوا ويستفيدوا من هذه المبادرة يعني بالضبط كده ويبقوا فاهمين كمان هل هي بيتقدموا بفكرة مشروع بيتم تمويل ولا بتجدلوا دراسة الجدوى ولا بيكون في دراسة جدوى بيكون في وراش عمل بيكون في فترة تأهيلية هي البرنامج بتاعي التنمية الزراعية له تلات مكونات مكون القروض اللي احنا بنصرف منه ومكون الدعم الفني اللي موجود من وزارة الزراع عظيم جدا يعني احنا بنعمل حمالات ترويجية موجودة في الغريف المصري هو طبعا النطاق الجوغر في كل محافظات مصر بس التركيز أكتر على الصعيد وعلى الشباب والمرأة كفئات أكثر يعني تفضيلا لأننا نستفيد تمكين الشباب والمرأة وصدار المزارعين لأن دولا ما عندهمش التمويل الكافي اللي إدارة المزارعين بأنشطة فالدعم الفني اللي بيوجه بيعرف الناس أولا بالمشروعات المربحة بيوجه الشباب إزاي اشتغل في مثل هذه المشروعات زي مسام في مشروع كلمت عن مشروع تكفيف الطماطم تكفيف العنب مشروع ده مستحدث يا دكتور صاح تكفيف الطماطم يعني إحنا قرفنا مؤخرا أن إيطاليا بتاخد مننا طماطم مجففة لأنها أساسا ما هو الاستفادة بقى من المزايا اللي موجودة ده دور الدعم الفني اللي موجود بقدمه ذات الزراعة الاستفادة من المزايا اللي موجودة في المناطق الإنتاج وفي الطاقة الشمسية اللي موجودة اللي تصلح لأنهي مستوى زي ما حضرتك تفضلت كده في الطماطم وبيتصدر مباشرة لإيطاليا تكفيف العنب موجود بشكل كبير جدا الناس في الشغل عليه تدوير المخلفات الزراعية تدوير المخلفات الزراعية واستفادة منها في عمل الكمبوست مهم جدا بالنسبة للأفراد وبالنسبة للجمعات وخلافه تصنيع المخلفات كلها سواء كان الجريد أو السعف سعف النخيل أو خلافه يعني دي أمثلة للمشروعات اللي ليها أفضلية واللي تخدم هدف المبادرة طيب دلوقتي لو حد من أستاذ المشاهدين بيسمع مننا دلوقتي عن هذه المبادرة ومن حضرتك طبعا وحابب ان هو يستفيد منها ايه المفروض يتقدم به هو بيقدم طلب قرض بالمشروع بتاعه الطلب بيدرس طبعا فيه حدود للقرض القرض بيدرس من ناحية الاقتصادية ومن ناحية الفنية وإمكانية تنفيذ المشروع وطبعا فيه متابعة للمشروع إذا توافق على القرض الدرس وتضح أنه فعلا مشروع مربح أو ناجح وحتم فبيتوافق له من البنك المشارك بيرفع إلى البنك التجاري الدولي بصفة البنك الوكيل عن البرنامج في المسألة الإدراءة المحفظة القروب البنك بيحوله إلى اللجنة الفنية للدراسة اللجنة الفنية اللي موجودة تبع وزارة الزراعة اللي موجودة بتدرسه وبتقيمه وبتعيد الكلام ده إذا كان مقبول بيقبل يبدأ ياخد إجراءات صرف القرض بتاعه نسبة الفايدة من 4-5% فايدة بسيطة الأقصد بتاعته بيمنح سادات في أول قصد وعلى حسب طبيعة القرض اللي موجود الفايدة بسيطة القصد اللي هو بيسدده ما بيتفعش عنه قرط تاني بتنزل الفايدة متنقصة وفقا للقرض الموجود ففي كل الأحوان دي الحوافز اللي هو بياخدها حوافز بياخدها طبعا الدعم الفني اللي موجود من خلال الفريق الموجود سواء كان متابعة سواء كان تقديم إرشادات سواء كان مرشدين زراعيين بيشريفهم أو بيقدموا خدمة إرشادية أو أطباء بيطريين لمشروعات تسمين الماشية بيقدموا خدمات بيطرية كل الكلام ده بيعتبر دعم فني مجانا موجود بالنسبة لطالب القرط ماذا عن مشروعات مراكز تجميع الألبان لأننا عارفين أنه فيه اهتمام كبير بهذه المشروعات تحديدا وزيادة الإنتاجية الحيوانية طبعا مشروعات تجميع الألبان كلها أساسا بتمويل أرضا من المبادرة وموجود لها تمويل كبير من خلال أكثر من المبادرة موجودة مبادرة البنك المركزي مبادرة التمويل من برنامج التنمية الزراعية أيضا معاهي الوزير تفضل وقال يجب أنها كمان تتضمن تمويل المزارعين في نشاط التسميد والكلام ده كل ده المبادرة بتشمله المبادرة شاملة الجميع مراحل الإنتاج الزراعي الموجود من قبل الزراع حتى نهاية الحصاد ثم ما بعد الحصاد كمان بتقدم عمليات دعم فني في زي ما قلت حضرتك في التسويق وخلافه عشان كده جمعيات التسويق من ضمن العملاء اللي مستهدفين من المبادرة فمراكز تجميع الألبان بالشكل اللي أنت بإعداد اللبن أو تجميع اللبن وإعداده بالصورة الصحية اللي تتناسب مع احتياجات المستهلك والرعاية الصحية اللي موجودة في مراحل تداول الألبان لأن الألبان محصول حساس جدا كل دي أنشطة بتغطيها المبادرة بالنسبة للنباتات الطبية والعطرية موجودة برضو من المشروعات اللي لها أفضلية وهل أصلا مشروع يمكن احنا بالنسبة لنا يمكن فكرة النباتات الطبية والعطرية زراعتها عملا بالنسبة لنا مستحدثة يعني إلى حد كبير لا نباتات الطبية العطرية مستقرة من قديم الأزرين لا طبعا لو نتكلم من الحضارة الفرانية أنا أتكلم مش قصدي كده أصد أنه إحنا في وقت من الأوقات اعتمدنا على استراضها من الخارج هي موجودة لكن مش بنسبة كبيرة بشكل لا يتناسب حتى مع حضارتنا وتاريخنا مع النباتات الطبية والعطرية نباتات الطبية طبعا من المشروعات الرائدة اللي موجودة واللي أصلا يعني في قرية أطور تقريبا اللي هي اللي بتصدر اليسمين والفل لفرنسا أعتقد في في الغربية في الشين المزارعين بأعجنة اليسمين وكل الكلام دي موجود بيصدروا فعلا لبرة وفي نباتات الطبية العطرية موجودة نباتات موجودة في الفيوم وفي فنسويف وفي المينيا وفي أسيوط المناطق كلها طبعا ديان كلها النباتات الطبية العطرية بتنمو فيها عملية تسويق النباتات الطبية العطرية وتعبئتها وتداولها من الحاجات اللي مهمة جدا واللي هي مربحة جدا ومن مشروعات اللي تعتبر يعني مدرة للدخل وفي نفس الوقت بتستوعب عدد كبير جدا من العمالة المبادرة اللي احنا بصددها ديان نتجع من مشروع منطلقة من مشروع البرنامج التنمية الزراعية برنامج التنمية الزراعية أساسا محفظه زينا بقول الحضرية في 3 مليار جنيه ادى قروض دورة لعدد 73 ألف مستفين ل23 ألف نشاط هل في حد عدنا أو حد أقصى من القروض اللي بتمنح ولا حسب دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع حسب دراسة الجدوى اللي موجودة لكن التمويل ما فيش أي مشكلة بالنسبة للمزارع يحصل عليها فغطت عدد كبير جدا من العمالة عندك 273 ألف عميل القرد نفسه قرد ضوار يعني قرد ضوار هو أصلا المبلغ أصلي مبلغ 3 مليار جنيه تم تدويره وإعطاء قروض بحوالي 9.3 من 10 مليار جنيه يعني ضعف الأصل فكرة الفوائد اللي بتخرج من القرد نفسها بيتم دخولها في الفط في المراحل الأخرى من الأقصى الفوائد والأقصى اللي بتسدد بيتم يعادة تدويرها تاني وإقراض عملات جدو يعني نقدر نقول قرد أو مبادرة غير هادفة للربح الهدف فيها الأول والأخير هو إقامة مشروعات تنموية زراعية خضراء تخص أو تقع أو يعني ترفع الأعباء من على كاهل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتكون مشروعات أيضا انتاجية صديقة للبيئة دكتور شعبان سالم رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة الزراعة يعني بنشكر حضرتك على هذه المعنوات وكل توفيق لحضرتك والسادة المصدرين في وزارة الزراعة شكرا جزيلا